نروح لأخبارنا وأول خبر معنا هي سيدات الكرة الطائرة سيدات الكرة الطائرة لجمهور نادي الأهلي اللي مش يعني ما عندوش يعني يعني علم بهذا بتلعب بطوط أفريقيا بس الحقيقة قبل ما نتكلم عن فريق السيدات للكرة الطائرة ونشوف المباريات النهاردة كان فيه لفتة طيبة جدا من كابت الخطيب الكابت الخطيب يكرم المدير الفني والثناء المحترف لرجال يد الأهلي قبل سفره الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي قام بتكريم الأسباني دانيال جوردو المدير الفني الفريق الأول لكرة اليد الرجال والثناء المحترف رفايل وأكسيو ماركيز بعد مساهمتهم مع الفريق خلال مشاركتهم في بطولة السبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية بالنيجر وذلك قبر سفرهم قبل سفر كل منهم إلى بلده لقضاء فتة الأجازة وتأكد غيابهم عن حفل تكريم فريق اليد والسلة والطائرة الذي يقام خلال الفترة المقبلة وحرص الكابتن الخطيب على تكريم المدير الفني والثناء الفريق لما قدموه من جهد وعطاء توج في النهاية بفوز الفريق بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة عالم أو كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تقام في المملكة العربية السعودية وأهدى كل منهم دق وأهدية كل منهم درع وعالم النادي وكانت إدارة النادي قد قررت تكريم فرق النشاط الرياضية التي حصدت العديد من البطولات هذا الموسم وإقامة احتفالية للاحتفاء باللعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وطبعا دي لقطات من النهاردة التكريم اللي حضروا للنظام النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب كرم فيه مدير الفني والثناء الفريق وكانت دارة النادي الأهلي قد قررت تكريم فرق النشاط الرياضية التي حصدت العديد من البطولات هذا الموسم وإقامة احتفالية للاحتفاء باللعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وفي المقدمة الفريق الأول لكرة السلة رجال الذي شارك في خمس بطولات وفاز بها جميعا مسجلا رقم قياسيا يحسب للجهاز الفني واللعبين والفريق الأول لكرة طائرة رجال الفائز ببطولة أفريقيا الأخيرة والتي يكون ديوفنا في الفقرة الحوارية والتي جريت بفعالياتها في تونس على مدار الأسبوعين الماضيع والفريق الأول لكرة الهدي رجال والذي فاز ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل المشاركة في بطولة العالم الأندية المكرر إقامتها بمملكة العربية السعودية موسم طويل وكان حصاده النهاردة والتكريم النهاردة نادي الأهلي قال أن المدير الفني الأسباني وأيضا الاثنين اللاعبين مش هيكونوا موجودين في الحفلة اللي هنكرم فيها كل الفرق لأن طبعا الاستعداد لهذه الحفلة يعني بياخد وقت ولكن لفتة طيبة من نادي الأهلي وعلى رأس طبعا النادي الأهلي الكابت المحمود الخطيب أنه يكرم الثلاثي قبل سفره ودي لفتة الحقيقة هنا بقى بتيجي صمعة النادي الأهلي وهنا بيجي تاريخ النادي الأهلي وعشق الكيان وعشق الأجانب اللي بيجوا يلعبوا في النادي الأهلي موش عايزين يمشوا من اللي بيشوفوه واللي بيشوفوه يلمسوا الاحترافية والتأدير اللي بيشتغل بيها النادي الأهلي تكريمهم النهاردة زي وحداكم شفتوا في التقرير أو شفتوا في اللقطات اللي جبناها تكريم قبل ما يسفروا عشان مش يقدروا يحضروا التكريم وما ينفعش التكريم يعني يقام والثلاث اللي كان ليه جهد كبير ما يكرمش هو ده النادي الأهلي دايما ما بتفوتوش هذه اللفتات شكرا كابتن محمود الخطيب